الإرادة الصليبة، هذه العملية الواسعة والشاملة والتي انتهت مرحلتها الثانية بدأت بالحقيقة معلومات استخبارية وأمنية وجهد استخباري وأمني مميز هذه العملية التي امتدت من قيادة عمليات نينوان وحتى قيادة عمليات كربلا ساحة العمليات، نوعية العملية، إمكانيات وقدرات القوات الأمنية التي استخدمت في هذه العملية تختلف اختلاف كلي وجذري عن باقي العمليات وهي مكملة إلى المطرقة الحديدية وتعتبر الحقيقة تكتيك ونوع جديد في ساحة العمليات ضد التنظيمات الإرهابية نرى من خلال ما تحقق من نتائج في هذه العملية بأنه ما تم طرحة من جهد استخباري وأمني كان دقيق ومميز وما تم التعامل به مع الأهداف التي كانت في عمق الصحراء والتي كانت في مناطق يصعب الوصول إليها لكونها مناطق قصية ونائية استطعنا من خلال القوات المحمولة جوان والتي قمنا بأكثر من 23 عمليات انزال جوي سواء إلى جهاز مكافحة الإرهاب أو القوات الخاصة العراقية أو قوات الرد السريع أسهم إسهام كبير في تدمير مضافات العدو وتحقيق مبدأ الصدمة وكذلك المفاجهة والنقطة الثانية هي إرباك العدو والحصول على معلومات وقتل العدو والقاء القبض على البعض منه ساعد في تشتت جهد العدو وكذلك كمل المطلقة الحديدية التي انطلقت في وادي شاي والتي كانت أيضا بجهد وعمل مميز من خلال القوات الخاصة العراقية التي عن طريق ما قامت به من عمل في وادي شاي استطاعت أن تدمر معاقل العدو في مناطق كان هو يعتبرها مناطق قصية ونائية لن تستطيع أي قوات الوصول إليها وهذا ما أربك وشتت شتات العدو وأصبح العدو الآن مشتت والنتائج التي حققناها من قتل للإرهابيين من القاء قبض من تدمير مضافات من السيطرة على السلاح وعتاد بكل أنواعها أعتقد كان هو الفيصل أو هي النتيجة الرئيسية لنجاح هذه العملية